أوقات بفكر طبعا يعني يمكن معلوماتنا في كبنات أو كستات بشكل عام أكيد مش زي درجة معلومات الرجالة ده بشكل عام يعني وصار في النظر عن الشغلانة اللي بنشتغالها إيه بس أوقات بفكر كده بيني وبالنفسي هي الكرة ممكن تكون بيزنس ولا هي الكرة رياضة بس لأن احنا بنشوف أوقات صفقات وبنسمع عن بلاد بيدخل لها دخل اقتصادي يعني هل الكرة ممكن تكون في فترة من الفترات تحولت من رياضة لنشاط ممكن اقتصادي يفرق في دولة هل الكرة ممكن في أم من الأيام تكون تحولت من أن هي بس رياضة وفريق بنحبه وفريق بنشجعه لبيزنس واستثمار يعني خليني أقولك أنه مثلا ناخد مثال على دولة البرازيل دولة البرازيل عملت نهضة علشان اهتمت بالصناعة لكن كمان جزء كبير جدا من اقتصادها ومن مدخلاتها من العملات الأجنبية معتمدة على اللاعبين البرازيليين المحترفين في أوروبا وفي الدول برا البرازيل فهم عددهم تقريبا وصل في مرحلة من المراحل لألف لاعب فألف لاعب بيعملوا تحويلات قد إيه على اختلاف يعني مستوى الرواتب اللي بياخدوها من أنديتهم بيعملوا تحويلات للبرازيل بقد إيه إحنا لو عندنا عدد محترفين زي ألف لاعب زي البرازيل كده في وقت من اللوات ممكن دول يدخلوا فلوس قد إيه من التحويلات بس ده ده بند صغير مع العلم أنه كرة القدم بتأثر في اقتصاديات الدول ده حقيقي لأنه كرة القدم مش مجرد أن أنت عندك فريق بيلعب مطش أنت عندك ممكن بتوصل لأنه كرة القدم في حاجة اسمها السياحة الرياضية هي بتنمي كمان السياحة الداخلية أنت عندك فريق في أسوان وعندك فريق في اسكندرية المفترض أنه في المباريات هتلاقي أنه فيه ناس من اسكندرية بتروح تزور أسوان وبتحضر المباراة وبتعود شوية وترجع تاني وهكذا فده نوع من أنواع النشاط والرواج السياحي فكرة التصنيع نفسه تصنيع الملابس تصنيع الكرة نفسها طبعا التيشرت كل شيء كل ماها متعلق بالصناعة دي بالزبط الأحزية بالزبط الصناعة دي بتشغل حواليها صناعات كتير جدا فكرة القدم لا هي تحولت لصناعة وكمان مؤثرة في اقتصاديات بعض الدول هي كرة القدم وجهة زيها زي السينما زي المزيكة زي الأدب والفن هي وجهة للدولة طبعا قوة نعم وإحنا الحقيقة شفنا كمان في مهرجان العالمين أنشطة رياضية كتيرة جدا وكان طبعا ليها كمان علاقة كبيرة جدا بكرة القدم فهي فعليا قوة نعم زي ما حضرتك بتقول